من جانبه حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهنوم من أن واتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد خارج الصين قد تتسارع بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا إلى الصين وفي تغريدة له على تويتر قال المسؤول الأممي أن هناك حالات مثيرة للقلق لانتشار فيروس كورونا بواسطة أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا إلى الصين شيرا إلى أن اكتشاف عدد صغير من الحالات قد يشير إلى انتقال العدوى على نطاق أوسع في بلدان أخرى